ثم كان هو رحمه الله تعالى يقدر الهالة على الأئمة، أئمة المسايد أئمة المسايد كان مداكرا ومصورة الثلاثة وهذه المدود مع عملت المسايد فهذه الدورة المريدة نعتبرها دورة في مداكرة مثل العقيدة ثم بعد هذا ما شاء الله تعالى نبدأ بدراسة كتاب منتج السالبية في الثقل فهذه الدورة في مداكرة ومراجعة متول في العقيدة بعد هذا نريد منكم أخواننا يعني تتعاون ونتعاون جميعا في الأمور منها الانتضاء عنكم وعدم الرياضة أو التأخذ بها هذا أهم ما يكون الثاني المداكرة بعد الدرس يعني ندرس وعندما نصرف تبدأ وتراجع معه الكتابة وقت الدرس ممنوع بعد الدرس بعد الدرس إذا انتهى الدرس تعاونوا ما بينهم واختبوا ما أخر الأمر الثالث الأمر الأول الماضرة وعدم الغياب الثاني مذاكرة الدروس بخابة خاصة بعد أن انتهيوا وتكتبوا وتراجعوا الأمر الثالث والمهم التأدب بأهداف طالب الرياضة جئنا إلى هذا المكان وصل الله سبحانه وتعالى من يكتب لي ولكم في إخلاص القول عن الابتبار واجه الله سبحانه وتعالى فلابد أن يجعل هذا المكان مكان لله هذه الدورة يجعله لله لم يكن الحضور لهذا الدورة لنجعله أشخاص أو كذا أو كذا أو غير هذا من الأغراض التي تعرفها يريد أن تكون هذه الدورة إلا سبحانه وتعالى فتتحلم بأدار طالب العلم لا غيبة لا نمينة لا حديث عن الدنيا ولا غيبة بعد هذا إن شاء الله تعالى لا نبدأ في هذه الدورة بص الله سبحانه وتعالى نبدأ بمذاكرة مدل المصور الثلاثة للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يذكر لي لماذا اخترنا دراسة هذا المدل؟ لماذا ندرس ندرس؟ مدل المصور الثلاثة؟ من أي إنسان قبار؟ لماذا؟ لماذا دورات أغثر؟ علماء مرحبون الله عندما يأتي إلى بلاد حتى تكرر هذه الدرس لماذا يكدر العلماء هذه الدرس؟ الأصول الثلاثة داهنة داهنة أصول الثلاثة طلاعة أربعة كتاب التوحيد ما دير العلماء هذه الدرس؟ ما السبب لدراسة متى الوصول الثالث؟ لماذا ندرس الوصول الثالث؟ قبل هذا، لماذا ندرس التوحيد؟ صحيح؟ أين نعم؟ إذن أول شئ الضالث أن يعمل هو أن لماذا ندرس التوحيد؟ من يعمل؟ وأنا أقول للقائد، لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، لماذا ندرس التوحيد؟ ولماذا يحرص علماء للسنة والجماعة لتعلم الناس التوحيد؟ ولماذا تجد أن لا تخلص درس من الدروس على الكلام في التوحيد؟ ولا تخلو آية في كتاب الله عن التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ حق الله العبيد، أعظم الحقوق، وأول حقوق، أول واجب عن العبيد، عرف التوحيد؟ نعم، ولا أقول الله سبحانه وتعالى، أي عمل إلا من التوحيد، ولا تخل الجنة إلا موحد، دعوة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، كلاك الأمر من بعد، استقرار الأمر، الهداء، الطمهنين، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ تقول نعم وهم واحدة تقول طيب ما هذا التوحيد الذي تدعي؟ هل تعرف التوحيد؟ إذا كان يعرف التوحيد وأجاب بما أجاب في الحكاوب السنة وكان عليه سنة المؤمنة فهذا معناه أنه واحدة ويقول لا يعرف التوحيد وقال أنا لا أقول ما هو التوحيد؟ هذا معناه؟ نعم هذا الذي ذكر في أول الأمر أنه واحدة ماذا هذا السنة؟ فما هو التوحيد؟ فقال لقائد ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ نعم التوحيد يعرف شرعاً هذا الذي نريد نعم هو إفراد الله سبحانه وتعالى لما يختص به إفراد الله سبحانه وتعالى يختص من غلوبية والغلوهية والأسما子 يعني إفراد الله سبحانه وتعالى نعم توحيد الثالث توحيد غلوبية وتوحيد الغلوهية وتوحيد الأسما سبحانه وتعالى التوحيد هو الفراد الله سبحانه وتعالى تفرض الله سبحانه وتعالى و لا يمكن أن تأتي بنذ شبيل و نضير و جد و تجعل نها proposition ما لا يمكن نصرف إلا لله هذا هو التوحيد الفراد الله سبحانه وتعالى هو الفراد الله سبحانه وتعالى من الحوبيه والألوهيه و الأسماء والصباة ما هو التوحيد الظروبية؟ التوحيد الظروبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخل والملء والجذبين إن الله هو الخالق والراجب والمحيب والمبيت والمدبل نعم إفراد الله سبحانه وتعالى التوحيد الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد الإبادة وهذا التوحيد من فرق بين هذا التوحيد و توحيده المبين توحيده المبين إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال وتوحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد توحيده المبين هذا التوحيد أقربه الثفارة التي أبعث لهم النبي عليه الصلاة نعم وَلَنْ سَعَدْهُمْ لَنْ خَلْقَ السَّمَاءِ الْتَقَوْرِ وَيَقَلُنَّ اللَّهُ توحيداً ملوهية أبى الكفار الذين رضعتهم عن نبي صلى الله عليه وسلم يضرر هذا التوحيد وكانت الخصومة تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار كي توحيد لهذا التوحيد أقرارهم بتوحيد الربية هل يدخلهم في الإسلام؟ لا إذاً توحيداً ملوهية توحيد العقودية توحيد العباد أقرار الله سبحانه وتعالى بفعل العباد أو أقرار الله سبحانه وتعالى بالعباد قل إن صلاتي ونسوكي ومحيائي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك هو أنت هو المسلم كن العبادة لله لو صرف شيء من العبادة غيره كل من صرف شيء من العبادة غيره فقد وافق الكفار الذين بعثوا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ومشه كافر ودليل وأنا المساجين إلاك لا تدعون على الله أهم ومن يدعون على الله إله آخر لا برمان له ذلك فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفهم على الكافرون إذا هذا التوحيد توحيد الولوهية كما ذكر الشرق العزيني رحمة الله تعالى مقدمة شرق كتاب التوحيد القول فيه ذكر هذا لا تركز على هذا التوحيد نعم لنفسه ما حصلت فيه وأن أكثر ما يكون فهم عند الناس فيه هذا التوحيد التوحيد الولوهية إفراد الله بالعباد الثالث إفراد الله بما سمى وصف به نفسه التوحيد الأسماء والصفاء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه أي في كتابه أو على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك كيف يكون بإثبات كل ما أثبت الله لنفسه ونفي كل ما نفضى عن نفسه من غير التحليف ولا تعطيل من غير التكييف ولا التمثيل فتح معنا إذن عندنا سؤال مهم جدا لماذا ندرس التوحيد قبل البدء بدراسة هذه المتوح سواء الوصول الثلاثة أو القواعد للطرسة المهمة أو كتاب التوحيد والمسطة لماذا ندرس التوحيد ثم هذا الذي أقول أنه موحيح نسبك أي هل أنت موحيح؟ أقول لا أنت موحيح أعوذ بالله نقول ما هذا الشر الذي اتخاذ منه وتدعي أنك لست موحيح إذن أهمّا عليك كما يذكر الإمام محمد بن عبد الحار رحمه الله أهمّا عليك المعارضة التوحيد حتى تعمل ومعارضة الشرك حتى تشترك موحيح ومعارضة الشركة ومعارضة الشركة أول ما يبدأ به الطالب الدرسة التوحيد وأول الختاح يبدأ به التوحيد أي موحيح؟ أي موحيح؟ من يعلم؟ بسم الله الأصول الثالثة لماذا؟ لماذا نبدأ في الأصول الثالثة ولا نبدأ مثلا في التتار الجرحيد أو في القاعدة أربع مثلا أو برأي هذا من الكتب كتب كثيرة مؤلمة؟ نعم الأول نصيحة العلماء فلنظر الله والطالب لا أود أن أرجع في طلب العلم إلى من؟ إلى العلماء ربه ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل القهر منهم لعلمهم الذين استمتوا منهم ولو لا قد الله عليهم ورحمته للتبعة والشيطان إلا قليلا مهم جدا أن تعلم هذه المسلم وليس لك أن تقدم وتؤخر هذا يصبح هذا لا يصبح لي لا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين استمتوا منهم ولو لا قد الله عليهم ورحمهم وللتبعته الشيطان إلا قليلا إذا ندرس المسولة فلالة ونقدم المسولة فلالة لمسيحة العلماء ربني هذا أول غيرها ولأن هذا مثل مختصر وعناية العلماء كثرة الشمحات عليها فالشادي لا حلم هذا المثل ولأنه مثل سهل لأن هناك أسئلة أجمع وأدلة بالكتاب والسنة والمؤلم إماما صحيح؟ ثم القصور الثراغة مهمة جدا إذا تعلم هذا القصور بالدنيا ثم عمله ثم دعوه تجيب بإذن الله عن السبب نعم فتح معنا هذا السؤال الثالث السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني لماذا ندرس لدنا المسولة الثراغة؟ السؤال الثالث ما هي المسولة الثراغة؟ منع المسولة؟ نعم يا حبيب هي أسئلة القبر أسئلة القبر فاتح الله عليها أي واحد أسئلة؟ ما هي الأسئلة الثالثة؟ والأسئلة القبر تسأل في قبر عمال؟ من ربك من ربك ومدينك ومدينك ومن الذي مفتح الله عليك إلها؟ لا؟ هذه مدافرة نعم إذا؟ الأسئلة الثالثة هي باختصار أسئلة القبر ألا؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الاهر رحمة الله هذه الرشالة في ثلاثة الأسفة هي أسئلة الثالثة مهمة؟ ولا أول فتح الله طيب السؤال الرابط ما هي الثمر التي نجليها من دراسة النصر الثالثة؟ بعض الطلاء تقول أريد جائزة مكافأة أريد شيء يعني استفيد منك. بدراسة من هذا المثال. ما الفائد؟ لأن بعض الكلاب عدنا الله إياه تعيد. لا أشرب من المتعيم ولا أعلم بمثال علم. فما الفائد من دراستنا لهذا المثال البارق متى مصر الثالث. ما الفائد؟ ما هي الفائد؟ ما هي الجائزة؟ ما هي الزمر؟ ما هي الزمر؟ من يعني؟ نعم آخر. الإجابة عن أسرة القبر؟ لأنه نابع. نشاء الله السلام العابق. في الخبر يسأل. ويقول ها ها لا أدن. تثبت الله الذين آمنوا بالقرر الثابت. في الحياة الدنوة للآخر. صلاة الدنوية. إلا. الثمرة هي الإجابة عن أسرة القبر. فإذا تعلم الإنسان. تعلم. أين رسلوا صوت؟ ثم عمل. ثم دعا وعلم الناس. بإذن الله. يجيب عن أسرة القبر. والعصر إن الإنسان الذي خسر. استثنما. الذين آموا علم. وعملوا عمل. وتواصل نعم. وتواصل صوت صوت صوت. فتح الله علم. نعم. طيب. السؤال الخامس. من يعني ينخلص لهذه الوصول الثلاثة كاملة أو نريد فهرس لهذه الوصول. الفهرسة. يعني على ماذا تحتوي. نريد أن تعرف على ماذا تحتوي. وأنا. الآن نريد ندخل في الفقر ولا أعرف الفقر على ماذا يحتوي وكيف نعرف الفقر وكذا. هذا المذابرة. نعنش المصر. خمس. أقسام. والله مرحب. نعم. نعم. القسم الأول. في هذا المثل الكبارك في سائل الأربعة. والمثال الأربعة سنوة العصر. علم وعمل ودعم وصبر. وبهذا يكون نهاد. النفس. النفس. تجاهل نفسك أولا. بالعلم والعمل والدعوة والصبر. هذه المسامل الأربعة. إذن الحمد لله هذا هو القسم الأربعة. معلوم. مجاهل النفس بما جاء في صورة العصر. نعم. بالعلم والعمل والدعوة والصبر. هذا القسم الأول من الكتاب. القسم الثاني. المسامل الثلاث. المسامل الثلاث. هل المسامل الثلاث هي وصول الثلاث؟ لا. الوصول الثلاث أسأل في القبر باختصاب. والمسامل الثلاث؟ افراد الله سبحانه وتعالى. المسامل الثلاث بتوحيد الرغمية. والمسامل الثالث. افراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الرغمية. والمسامل الثالث. الأول تبقى البراءة من الشرك. واهل. هذا القسم الثاني. المسامل الثلاثة. القسم الثاني. المسامل الثلاثة. القسم الأول. مسامل الثلاثة. سورة العصر علم وعمل دعو وصبر واسم الثاني المسان الثلاثة مسألة أولى افراد الله سبحانه وتعالى بالرقوبية من أسماء السفان مسألة ثالثة افراد الله سبحانه وتعالى بالقلوبية مسألة الثالثة البراء من الشركة كيف تكون البراء من الشركة بالقلب والنسان والجوارب قلب اعتقر لسان من البراء مما تعبد جوارح عدم مشاركة الكفار في عيات المحتفالة هذا القسم الثالث الثالث لماذا ندرس التوحيد وهذا التقدم الرابع شرح الوصول الثالث هذا الوصول الثالث بدأنا نشرح الوصول الثالث الخامس الخاتم الخاتم ختم الله لا نغلق كبير طيب من يعيد لهذه الأسئلة الخاصة سبحانه المسألة الثالثة المسألة الثالثة هذا البراء من الشركة بالقلب واللسان والجوارب هذا قسم الثالث الثالث لماذا ندرس التوحيد الرابع شرح الوصول الثالث شرح الوصول الثالث والخامس خاتم بيت حوالي طيب هذا قبل البدء الدراسة لو ادمع المكاذب طيب ما هي تميزة كتب الإماع المجدد من حمد بن عبداللهاض رحمه الله ذكرنا شيء منه من يذكر لي يعني تميز هذا المؤلف رحمه الله تعالى بمؤلفات منها منها أهم ما يكون في مؤلفات الشيء الأدلة نركز على الأدلة بل في كتاب التوحيد لم يذكر شيء من كلامه ذكر الأدلة من كتاب السنة لا يذكر مسألة إلا نقرون بالدليل وهذا مهم جدا إن استطعت أما تتكلم إلا بالكتاب والسنة قال فهر يعني في العلم أهم ما يكون الاستدلاب لأنها للسنة طريقة للسنة والجماعة أنهم استدلوا أولا ثم بعد هذا يعتقد كلاب الله أهم الباغل نعم أهم ما يكون عند المؤلفة ثم حسن التقويب والترطيب يجمل ثم يفصل يدعو للبالب كلام راضي لسنة ليس في تعقين عناية العلماء بمؤلفات الشيخ هماء مشهود له والتقوى والصلاة والخبرة عناية المؤلف رحمة الله تعالى بمدود على نعم الشباة التي يتيبها للشنة ودحب كل حجي يتيبها هؤلاء وغيرها طيب طيب حلالا الصبر من يذكر لي أقسام الصبر آخر واحد أي نعم أقسام الصبر ثلاثة بيتح الله عليك القسم الأول تصبر على ما على طاعة الله صبر على طاعة الله وأقم أهلك بالصلاة واصطبر عليك نعم صبر على الطاعة تصبر على الصلاة على الصيام صحيح؟ صبر صبر على الطاعة حتى تؤدي هذا قسم الأول من الصبر من يذكر لي قسم الثالث الصبر نعم صبر عن معصية الله صبر عن لو قلت عن أشجار تقول عن معصية الله تصبر على محرواك عن الجن شرب الخامق ويضع الحامق صحيح؟ الثالث صبر على أقدار الله على ما يقدر الله عليه من مواقب فقر غيره إذ هذا أقسم الصبر صبر على طاعة الله حتى تُعجب وعما سيد الله حتى تُجتنب وصبر على أقدار الله لماذا ذكر المؤلف رحم الله تعالى؟ الصبر في المشال الأرض ماذا أراد بالصبر؟ الله يفعله أراد منك أن تصبر أولاً على العلم لأن البعض ما يصبر عليه يأخو تعالى دروس يحفر أبو خال الله ما استطيعه قال وَأَبِيتُ سَمْرَانَ وَتَبِيتُ مُنَعَمًا وَتُلِيدُ بَعْدِ ذَلِكَ الْحَاقِبُ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا تُحَبُّ عَظِيمٌ الصبر مثل السبب مروا مذاقتهم لكن عواقبهم أحلى من العسل إنما يُوفَّ الصابرون أجرهم قد في غير إسابه يَا 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 مَا يَا يَا نَا آمَنُ أصبِرُوا فَقَدْ لا وصابر أعلى من الصبر ورابطوا واتقوا الله تُفلِحُون لا لعلكم تُفلِحُون حتى تكون بين الخوف وضعَا إذا لا يُمَا الصبر يَصبِر أولاً العِش يعني الآئِمّة الآية صبروا منهم صبروا منهم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأدري بما لما صبروا وكانوا من آياتنا يوبي بالصبر واليقين وقال الشمس السلام عليكم يا رحمة الله تنال الإمامة في الدين إذا يصبر أول علم ثم يصبر عن عمل لو قال لك إنسان أنا ما استطيع أن أصلي الفجر في هذه الأيام ولا أستطيع أن أصروا لأن النهام طويل مثل في رمضان وارفقت من رمضان النهام عشرين ساعة فلما أصروا أقول لا أصبر صبروا على طاعة الله والثالي عن معصرهم هل يمكن لي أن أشارك في أعيال هؤلاء نقول لا ما يتغفر قال ما استطيع أن أصبر صبر عن مع سيد الله لا وانتصر والثالث صبر على العلم ثم صبر على العمل ثم صبر على الدعوة من طريب الدعوة يحتاجنا صبر صبر علم وعمل ودعو نعم فتح الله عنه طيب ما هي من الحنيفين؟ الحنيفين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا الحنيفين نعم هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على صف توحيد كل من يقبل على الله بالتوحيد حنيف ويذب ويذب عن الشرك نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مقبل الله مبتعد عن الشرك نعم طيب استرقا ما هو النند فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الند الشبيه والنظير والمثيل طيب ذكرنا في المصورة الثلاثة أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر آية وقلنا هذه الآية فيها أول ندار وفيها أول أمر وفيها أول نهي ما هي هذه الآية؟ آية فيها أول نعم 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 يا أيها الناس من الناس؟ ننظر في حالة أي سورة؟ سورة البقرة في سورة البقرة في أول هذه السورة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاث يقسم مؤمن وكافر ومنافق بينهم يظهر الإيمان أبطل القبرة السلام عليكم وذكر الله سبحانه وتعالى أوصار كل من أقسام الثال لكن أكثر آيات كانت فيه وصف المنافق لأن الأخ فأقع الإيمان أبطل القبرة هم العدو فأحلو ثم الله سبحانه وتعالى جمع الجميع يا أيها الناس أي من مؤمن وكافر ومنافق ومنافق السلام عليكم يا أيها الناس ما أعبدون معنى أعبدون يوحدون أعبدوا أي وحدوا ربكم لماذا لماذا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعباد قال ربكم أي هو الخالق فالخالق هو المستحق والعباد الذي خلقكم هو الخالق والذين من قبلكم يعني لا خالق إلاكم ثم شاق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراده الغبو بيو استدل بهذا على توحين الألوين يا أيها الناس أول يا أيها الناس في تخطير القرآن فالجرح والبقرة والعبار والمساء أول نداء هنا لداء إلى التوحيي هذا في دليل على همية التوحيي يا أيها الناس أعبد أول أمر أعبد أي وحب أول نهي أين؟ أول نهي القرآن في هذه الآية فلا تجعل الله أنداداً لا يعني الشر فلا تجعل الله أنداداً شبههم أمرهم مثلاً تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من الدعاء والدفع النذر وغيره وأنتم تعلمون تعلموا ما نعم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المفرد بالمبية لا بد أخرى بالألوهي الخالق هو المستحق للعباد الحمد لله رب العالمين لأني أحمد الله لأنه هو هو الرب لا بد أن يكون هو المعبوب هو الخالق إلا هو المعبوب نعم فتح الله نعم فإذا قيل لك من رب يسألوا ماذا تجد؟ منعك والبقية صادق إذا قيل لك من ربك بماذا تجد؟ نعم تجد بماذا؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم وهو معبوذي يعني لا يمكن أصلك شيء بالعباد الغيث صحيح؟ فإذا كان هو الخالق هو المستحقة للعباد صح؟ هل الأسلام تخلق؟ ترزق؟ تدبر؟ تقدم؟ إذا لا تستحق أن تعمل من الذي عبد؟ الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أم خلقوا من غير الشيء أم هم الخالق؟ إذا ما يمكن هذا دليل على قطرة عبادهم نسمى الله والذين تدعون من دوله ما يملكون من قطره إن تدعون لا يسمعوا دعاكم لا أفترون من سمعوا قال ما استجابوا لكم صحيح؟ ويوم القيامة يكفرون بشكلهم ولا يهبئكم مثل الخبيل إذاً إذا قيل لك من ربه؟ تقول ربي الله الذي رباني ورباه جميع العالمين بنعم هل يمكن تقول بقرة هي الإله؟ لماذا؟ لا يمكن والإله لابد لكم كامل الصباح صحيح؟ قال يا أبدي لما تعود ما لا يسمع ولا يبصد ولا يبني عنك شيء يعني لا قليل ولا قليل صحيح؟ فإذا قلنا لك من ربك تقول ربي الله وفي هذه في هذه العبودية لله عز صحيح؟ ومن يخرج من هذه العبودية يقع في مال؟ في الحرية هم يقول هذا فعلا الناس يسألوا يا أخي لماذا تصعدك؟ قال أنا حم صحيح؟ لماذا لدنا باحتفالات وأعيان الكفاف؟ قال أنا حم حم هذا معناه أنه عبد عند من؟ نفس والشيطان هذا اللي يقول لك يعسي الله وتقول لماذا تعسي؟ تقول أنا حمه في الحقيقة نعم نعم عبد من نفس الشيطان فروا من الددء الذي خلقوا لهم خلقك تكون عبدي لله فإذا طررت هذه العبودية وقعت العبودية نفس الشيطان مفهوم؟ نعم فإذا قيل لك مرة أقول حقا ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعني وهو معبوذي ليس لي معبوذ بسوء فتحظا عليك طيب إذا قيل لك بما عرفك ما الأدلة على وجود الله؟ نعم الأدلة على وجود الله عز وجل آيات كونية وآيات قرآنية الله تعالى الأدلة الأدلة التي تدل على وجود الله إجمالا أرضا العقل والحسن والفطرة والشغل العقل استحيل أن يأتي عاقل ويمكن وجود الله أبدا لماذا؟ تنظر في هذا الكون انتظار مديع طلع الشمس والمجرات والبحار والنهار والشغل تعاقل الليل والنهار تدل أن لهذا الكون خالط واحد مدبل سبحانه وتعالى عقل الحسن تكون في كربه شدة ترقى عليك للسماء تقول يا رب يا رب فضية تجدها تنفرج هذا دليل حسي محسوس ثلاثة الذين أطبق عليه الله كل ما يدعو واحد تنفرج الصفة أمامه هذا دليل حسي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وما بالسماء من السعاد لم ينزل عليه الصلاة والسلام من عالم ينبه إلا وقد نزل طيب هذا دليل حسي زي فإذا ركفوا بالخلق دعو الله وسلم هذا دليل حسي أن الله سبحانه وتعالى نجي هنا هم يعلم وجود الله سبحانه وتعالى الثالث فطرة كل مولود كل مولود دون عدده أرابع الشرع الكثير إذا أجمعت الأدلة على وجود الله وأن نهاية الخلق خال واحد مدبر سبحانه وتعالى فإذا قلت لك لما عرفت الله فقلت لأيات المخلوقات المخلوق دل على خال نعم وعظم المخلوق دل على عظم الخالق سبحانه وتعالى طيب فتحها لاعلم حكم ما هو حكم أنصرف شيء من العباد من غير الله مع الدين حكم أنصرف شيء من العباد من غير الله مع الدين مش الكامل وما يدعون على الله الآن آخر لا برخان له به فإنما حسابه عند أفضل أفضل هل استطيع الطالب أن يصدر الأحكام على الأشخاص نعم أم لا هل يستطيع الطالب أن أقول بلن قاذب بلن مشيق بلن مبتدع بلن ضال بلن كنب بلن كنب أو لا زال ها يا أخوان نعم الشيء لا يستطيع لا يستطيع لمن هذا كبار علم ولو ردوه إلى رسوله إلى أولى الأمر من المعلم الذين يستطيع الطالب الآن خروج مرأة من عصمة وجود نقدر عليه لو جاءت مرة وقالت قالوا لي زوجي كذا وكذا هل أنا طالق أم لا نقول لا نذي نرجعنا كبار علم صحيح فما خروج إنسان من الدين أو الحكم عليه فإذا حكم العلماء على إنسان بلدوه ما نمسها لا مدنوان ربعا توقف العلماء من توقف وهذه مسألة خطيلة جدا طلاق الأحكام على الأشخاص الآن يعني يتكلم علماء توقف أشخاص وتجد بعض الشباب هدان الله أيام يعني يبدأ يتكلم وتجرب على مساء يتوقف حتى توقف حتى في الفتيو أخوان الله يبين بسيار إنها لو وقعت في زمن أميراً مثل عمر رضي الله عنه لجمع لها في فان الصحر تجد اليوم من يتكلم في الدماء وتكلم في كذا وتكلم في كذا صغير مثل ما تسمع لها في المظاهرات السبب الرجوع إلى الجهان لا للعلم نعم طيب إذن الحكم على الأشخاص والتببيع والتببيع والتبسين قال لكبار العلم نعم طيب بعد هذا أخذنا ما يتعلق بأنواع الدعاء من يذكر لي أنواع الدعاء الدعاء ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى بسمي نعم الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء عبادة لماذا؟ أبع صوتا؟ دعاء بالنسان الحال ودعاء المشألة دعاء بالنسان المقام صحي هذا؟ هلا هذا صحيح دعاء عبادة ودعاء مسل دعاء العبادة دعاء برسال الحام ودعاء المسل دعاء العبادة دعاء عبادة الانسان يطلب عم مثلا يصل يتصدق يأمر بالمعروف يرهع الان حارة داعي داعي الناس ويخرج الجنة ويبعي العم يا زنيو صلى الله عليه وسلم ويسر قشرة بالخامر ويأمر بالممكة لسان حام نريدنا صلى الله عليه وسلم صح دعاء العبادة دعاء بالإساء الحام دعاء 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 يوم عام لا دعاء دعاء نعم 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 طيب دعاء العبادة صرفوا لغير الله دعاء شككك كمن صلى وصام وحج لغيره فتح مال نسكر يا أخي نحن دعاء 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 فيما لا يكون علينا الله صاروا لغير الله شكك طلب طلب الولد جار غير هذا لن طلب لغير الله فهو شك يعني لقب ويطلب منه الولد المطاع وكذا. فهذا الشيء. الثاني دعاء المسألة فيما يقدر على المخلوق. يصح او لا يصح. يسف لكن مشروط اربعة. وهي. ان يكون حي. حي خرجي بهذا. الميت. فاذا طلب من الميت. جاء لقره الميت. وطلب منه شيء. فيما يخبر عليه المخلوق. يصح. الميت يا رجل. نعم شكرا. حي. والثاني. حاضر. هو هلال هنا. ويولادي. رجل في الهند. حاضر او غاية هذا. غالب. قادر خرجي بهذا. العاجز. لابد ان يطلب من قائل الله من العاجز. انسان مشرور مثلا. مشرور ما يتحرك. ما يتحرك له شيء. يقول له. اعمني. في حمل هذا الطالب. ليس صح؟ عاجز. طيب. الرابع. ان يعتقد ان هذا سبب. وان الذي بيدي جلب الماء بعد دفع المضار. هو الله. الى الاربع شهور. الى الاربع شهور. الى الاربع شهور. اذا توفرت. كان. دعاء المسألة من المخلوق فيما يقبل عليه صحيح. حين. فارجب هذا المين. حاضر. فارجب هذا الغاية. قادر خرجي بهذا العاجز. سبب ما اعتقد ان لهذا. تصدر خفيف الكورن. وبيدي جلب المنافع لدفع المرض. مفلوم؟ طيب. مثل الدعاء. يذكر الشخص العظيمين رحمه الله تعالى. يقول الاستعال. استعال. استغاله. والشفاء. هل يصح. ان الانسان الى غارق في البحر. ايو. او. غارق انسان في البحر. وينادي فلان على الشرق. يقول يا فلان اغفني يا غادة الله. جسر. مباشرة نعم. ننظر الشرطة الاربع متوفرهم له. هل حين? نعم حين. اذا انسان. الشرطة الاول. الثاني. حاضر. موجود. نعم. طيب. الثالث. قادر. الرابع. تعتقد ان انسان قال نعم. اذا ان يصح. مفلوم؟ لكن لو غيرت في البحر. ونادى. ونادى. رجل فلن. طيب. نادى ميز. نادى عاجز. ناصف. اعتقد ان هذا هو الذي ينفعه. شف. اخذ. اخذ. طيب. الدعاء. والدفع. من يذكر لي اخشام.